اهلا بحضراتكم في هذه التغطية يبدو ان العالم على موعد مع ظهور فيروس خطير اكثر فاتكا من فيروس كورونا عدد كبير من خبراء الصحة في العالم يضقون ناقص الخطر بشأن ضرورة الاستعداد للظهور الافتراضي لفيروس جديد مميت يطلق عليه اسم المرض X واجتمعت لجنة من خبراء الرعاية الصحية مؤخرا خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 لمناقشة احتمال الاصابة بالمرض X مما جلب الاهتمام المتجدد لهذا المرض وذلك بحسب موقع اكسيوس وافدت شبكة سي بي اس نيوز الامريكية ان بعض الخبراء يعتقدون ان المرض المحتمل قد يكون اكثر فتكا بعشرين مرة من فيروس كورونا لكن ما هو المرض X؟ حيث وصغت منظمة الصحة العالمية مصطلح المرض X لاول مرة في عام 2018 حسب ما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس ادهنهم جيبريسوس امام لجنة التحضير للمرض X ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فان المصطلح يمثل المعرفة بان وباء دوليا خطيرا يمكن ان يكون ناجما عن مسببات الامراض غير المعروفة حاليا انها تسبب مرضا بشريا لكن في عام 2022 دعت منظمة الصحة العالمية اكثر من 300 عالم للنظر في 25 عائلة فيروسية وبكترية وانشاء قائمة بمسببات الامراض ذات الاولوية التي ينبغي اجراء المزيد من البحث فيها وتضمنت القائمة المرض X للاشارة الى عامل ممرض غير معروف يمكن ان يسبب وباء دوليا خطير لكن البعض يتساءل كيف يظهر المرض X حتى هذه اللحظة من غير المعروف من اين سيأتي المرض او متى سيظهر الا ان بعض الخبراء لديهم نظريات عن هذا المرض حيث يقول ايميش دالجا الباحث البارز في مركز جونس هوبكنز للامن الصحي لشبكة سي بي اس نيوز انه من المحتمل ان يكون المرض X فيروسا تنفسيا ومن الممكن ان يكون البيروس منتشرا بالفعل بين الحيوانات ولكنه لم ينتقل بعد الى البشر واوضح قد يكون ذلك في الخفافيش مثل كورونا او يمكن ان يكون في الطيور مثل انفلوانز الطيور او يمكن ان يكون نوعا اخر من انواع الحيوانات الخنزير على سبيل المثال هناك عدد من الاستعدادات اللازمة للوقاية من المرض X حيث ان الاستعداد لهذا المرض سيتطلب التزاما متجددا بتعزيز الرعاية الصحية الاولية فضلا عن البحث والتطوير لاختبار الادوية والادوات الاخرى كما ان جائحة كورونا قدمت دروسا للمستقبل وسلطت الضوء على الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان في ادارة تدفق المرضى في المستشفيات وتتبع المخاضطين وايضا دعم سلاسل التوريد لاشياء مثل الاكسجين وحتى هذه اللحظة يسعى العلماء لدراسة التدابير المضادة لوباء X سواء باللقاحات او الاختبارات من اجل نشرها في حال تفشيه في المستقبل كل السلامة لحضراتكم ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم